أبو حمرون كيف هو هذا المرض وكيف هم الأعراض وكيف سوف نعجيه السلام عليكم أنا عبدالطيف مدرب شركة دي اكسين بلا شك أن واحد العدد الكثير من الناس سمعوا عن أبو حمرون خصوصا من بحث تحذير وزارة الصحة مؤخرا بالانتشار الكبير من هذا المرض أبو حمرون يقتل في العالم الملايين درالي السعار خصوصا لباقي لم يصلوا لسنة خمس سنين واللي ما داروش تلقيح وبو حمرون را كيتهزي يعني كينتقل من شخص لآخر عن طريق الهواء يعني إلا كان شي واحد فيه يعني بو حمرون يعني وبركتي حدا وشمتي غير ذيك الريحة دياله ديال النفس دياله را يقدر تنتقل لك هذيك العدوى ولذيك الفيروس دياله بو حمرون والمضاعفة دياله را خطيرة را كتوصل حتى الموت يعني الناس اللي ما عندهم مش تلقيح والناس اللي ما عندهم مش المناعة خصوصا لوليدات الصغار اللي كان اضروع لهم يعني قل من خمس سنين را كتوصل تل وفايات اللي ما عندهم مش مناعة الله يحفظ والاعراض دياله كيبدو من عشر يام تل ربعتاشر يوم يعني من النهار ليش مائتي ذاك الفيروس Ganam الوليدة تصار اخرين. يعني كيبدا فيهم غير من اربع ايام تل سبع ايام. هو كيجيهم سيلاين دي الان في عين النف ديالهم كيكون دايز. كيتكون فيهم الكحباء اللي هي قاسحة. عين ديالهم كيكونوا حمرين بزاف. يعني كيكون فيهم تأبعد البقع البيضاء كتكون فيهم في الجبهاء ديالهم. ولا في العنق ديالهم. وبالنسبة كذلك المضاعفة دياله. ركي دي للعماء. يعني ما بقوش كيشافوا دوك الوليدات لان عينهم كيقولوا حمرين بواحد حمرين درجة اللي هي خطيرة اللي يحفظ. كيكون عندهم كذلك التهابات في الدماغ ديالهم. يعني ما كيبقوش دماغ ديالهم بشكل طبيعي. كيكون عندهم ايسهل كذلك. ايسهل اللي هو كبير بزاف تكيقول لك رشهم. نشفة. كتكون عندهم اوني هم تقدرهم للواحد درجة و یتنفخوا. كذلك هي ككون عندهم مشاكل ديال تنفس لانك ما قلنا ان دك الفيروس راته اه الكتضرب الجهاز تنفوس يعني كيكون عندهم مشكلة ديال الحساسية وديال التنفس وليك تضرب لهم حتى الرئيات ديالهم الله يحفظ. وبالنسبة للناس اللي معرضين باش يتصابوا بهات المرض ديال بوحمرون فهم الدرير الصار لقل من خمس سنين والناس اللي اكتر من ثلاثين عام وخصوصا العيادات اللي حاملين. كذلك الناس اللي ما داروش دك اللي براء ولا دك تلقيح من اللي كانوا صغار الناس كيكون عندهم المنعة ديالهم طيحة بزاف يعني اي فيروس را كيجي كيشد فيهم. الناس اللي كتكون عندهم سوء التغذية يعني روخة كي ياكلهم الجسم ديالهم ما كيستفدوش من دك الماكلة. كذلك الناس اللي كيكون عندهم نقص ديال الفيتامينات وكيكون خلال في التوازن الغدائي ولا في النظام الغدائي ديالهم. بالنسبة للعلاج ديال بوحمرون ما كينتاع علاج حاليا من غير تلقيح والحمد لله وزارة الصحة ديالنا بمجهودة ديالهم الكبيرة موفرين تلقيح ديال بوحمرون فابور الوليدات الصغر كذلك عندنا نظام غدائي صحي كذلك نطلع في المناعة ديال ولداتنا الصغر. واللي كي يعرف شيء اعراض اخرى اكتبها لنا في الكومنتر باش تعمل الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله